ينوي رئيس الحكومة حيدر العبادي إطلاق ورقة إصلاحية جديدة بداية شهر كانون الأول تتضمن دعم المصارف التجارية بالأموال لتنشيط حركتها الاستثمارية وكذلك التعاقد مع شركات نفطية عالمية لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير النفطي من أجل السيطرة على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق نحن مع الأصلاح الحقيقي وفق القانون والدستور والأصلاح الذي يقدم شيء للناس نحن نعتقد أنه الأصلاح هو أن أول شيء نخلي انتعاش للاقتصاد العراقي من خلال عدم الاعتماد على الرائع النفطي يعني نروح على الزراعة على الصناعة على القطع الحور نشط هذا المكان لكن هناك من يطالب رئيس الحكومة تحديد إصلاحته الجديدة بوقت محدد لتطبيقها شريطة تضمينها حلولا للتحديات الأمنية والاقتصادية أعتقد أن عملية الأصلاح يجب أن تكون من بنية العملية السياسية يجب أن تضرب بقوة منحج المحاصصة يجب أن تضرب منحج التوافقات يجب أن تسعى لإعادة هيبة الدولة وتقوية المؤسسات وتمكين هذه المؤسسات من أن تنهض بمسؤولياتها لمواجهة التحديات التي واجهها البلد سواء كانت تحديات أمنية أو تحديات اقتصادية إجراءة تقشفية جديدة لجأت إليها حكومة العبادي قد تكون نابعة من تخوفها من أن تؤدي أزمة تدهور أسعار النفط العالمية إلى كارثة اقتصادية تضرب العراق وهو يواجه أخطر التنظيمات الإرهابية من بغداد محمد صباح المدى